لا 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 نأتي ميسي لا لا.. لا 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 نسعد يسعد بسرعة كيسي mi si ولكي سي بميسي يا جماعة نحن نحن لكه لهذا ورثت ميسي لัد كل شي نعم يا كيسيميسي بابي انزلي سوف ادخل من هنا بعدك شكرا لك كيسيميسي نرعك لاحقا سوف ننزل الى الاسفل السلام عليكم كيسيميسي يا الوحيدة يا جماعة انها كانت طيبة يجب ان تكون بخير هناك شيء ماذا تفعله لا 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 نحن نحن سوف ادخل سوف ادخل سوف ادخل الى الاسفل كيسيميسي 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 ونزلنا انا و بابي يعني الشخصية البطل و بابي الى الاسفل وبعد ذلك سمعنا الصوت كيسيميسي وبعد صعودنا لم تكتمل اللقطة انتهت اللعبة هناك وبعد ظهور الشبتر الرابع الترايلر الاول للشبتر الرابع و ظنا منا ان هذا الخروف هو من سوف يصبح الشخصية الشريرة الرئيسية في الشبتر الرابع لم نكن محقين فالشركة موب انترتايمنت خدعتنا كلنا اذا اهلا وسلم و مرحبا بكم يا اصدقائي في مقطع الجديد لا تنسوا اللعيك و ليشترك في القناة و هيبنا نفذاء الفيديو الجديد اذا يا اصدقائي موب انترتايمنت بعد ان خدعتنا بالترايلر الاول لبوبي بلاي تايم شبتر 4 الجزء الرابع من لعبة مصنع بوبي بلاي تايم و اصدرت لنا للتو في هذا اليوم الترايلر الثاني من لعبة بوبي بلاي تايم الجزء الرابع و فيه هذه الصورة عبارة عن ظهرة وحش دمية لسنا متأكدين يعني هذه الصورة بوحش اخر يعني ان الوحش الرئيسي طبعا كما رأيتم كل جزء فيه وحوش كثيرة لكن طبعا يكون هناك وحش رئيسي اذا في شبتر الاول ذلك الخروف لم يكن الوحش الرئيسي طبعا وحش طبعا هو سوف يهاجمك نعم ولكن اعتقد ان هذه الظهرة هنا هذا الشخص هذا المخلوق هو من سوف يكون الوحش الرئيسي واسمه يارنبي يارنبي هو هذا المخلوق اذا يا جماعة لنطيل عليكم هيا بنا لنرى الترايلر اوكي المسعد اوه انتظر 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 المسعد ينزل بنا يعني سوف تبدأ اللقطة من نزولنا يعني ليس من سعودين لكن في شبتر الثالث انتهت اللعبة عندما كنا نسعد لنارا ما الذي نحصل اذا اعتقد ان ما الذي سوف يحصل سوف نراه ربما في اللعبة او سيكون لدينا فلاشباك ما زلنا نسمع الصراخ بوبي وكيسيميسي نحن ننزل ما زال الغاز غاز كتناب ما زال غاز كتناب يا اصدقاء اوه انتظر يا جماعة أليست هذه الشخصية أليس هذا نحن ولأول مرة في كتسين نظهر نحن يعني ليس وجهنا طبعا وليس يعني الصورة متكملة ولكن الاقل هذا ظلنا لأول مرة يا اصدقاء اوكي نكمل الآن ها قد نزلنا مجددا ما زال الغاز هناك بعض الكنتينرز هنا هذا هو أسفل شيء يمكن أن نصل إليه ها وظلونا هذا ليس كذلك نحن نتمشى نمعا طبعا بتلك القفازات كيفز الكهوف اوكي هذا كاف ها نحن هناك أيضا لدينا مصباح يعني المكان سوف يكون مظلم منذ غاز كتناب وصل حتى الأسفل لكن اعتقد ان هذا المكان هنا حيث يرمى الدمى والمخلوقات وهؤلائك نحن نتمشى بالضوء هاي شيء ما عبر انه ذلك الخروف لن أوقف الآن يا اصدقاء لأننا نريد أن نكمل ها نحن الآن نتمشى ونستكشف بالفلاش لايت اوكي وهنا غاز كتناب في كل مكان يعني ان هذا المكان ليس فيه غاز كتناب الغاز يتسرب من هنا يعني ما زلنا سوف نواجه الغاز هذا هو ذلك الخروف ليس كذلك بروتوطايب يراقبنا يا أصدقاء البروتوطايب يراقبنا انظر رأيتم الكاميرا هناك مخلوقين فكرة محطة البروتوطايب هذا هو مركز سوف أشرح لكم هذه الأشياء فقط انتظروا يا أصدقاء وادعمونا باللايك هناك عين تراقب هذا هو البروتوطايب لا تقول لي لا تقول لي اي اي لا 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 تقول ان فيها قفزة ومخيف ما هذا الشخص هناك شيء ما هنا الزهرة لا و و و مقززة يناير في يناير سوف يظهر الفيديو يا اذا يا جماعة في يناير سوف تنزل اللعبة جميل ليس الفيديو طبعا اللعبة اوكي هناك مجموعة من الاشياء علينا ان نتطرق اليها في هذا الفيديو و علينا ان نرى كل الاجزاء والاشياء اذا فلنبدأ اول شيء قلت لكم ان سوف يكون لدينا فلاش بارك لان لم نرى ما الذي حصل نحن نرى عندما ننزل واعتقد ان هذا سوف يكون اخر طابق يا اصدقاء لان اذا لاحظتم هنا في الصورة يعني في نزولنا ونحن ننزل هناك ارض تحتنا انظر انتظر عندما ننزل انظر رأيتم هناك ارض لا يوجد اسفل من هذا الله اعلم الان هذا ما احلله واعتقد ان هذا المكان فيه كل الخردة والاشياء الاخرى هذا ظلنا نحن نخرج كما رأيتم نتمشى كيفس كيفس تعني الكهوف اوكي مجموعة من الكهوف في هذا المكان كما رأيتم نحن تحت الارض في عمق الارض يعني تحت المصنع اعتقد ان هذه غرفة التحكم اعتقد ان هذا هو اخر مكان نكون اليه والله اعلم هنا يا اصدقائي في التريلر الاول عندما كنا رأينا مجموعة من الدمى مدمرة يعني سمالينكيتريز المخلوقات المبتسمة رأيناهم كلهم مدمرين ومحطمين ومكسورين هنا في هذا المكان كان يتواجد ذلك الخروف الاسود ذلك الوحش المرعب اذا يا اصدقائي انا اظن ان اول شيء نوجهه هو ذلك الخروف الكاتسين عبارة عن مشاهد مشهد بعد مشهد بعد مشهد بعد مشهد طبعا اول شيء نوجهه هو ذلك الخروف ستلاحظون انه سوف يعبر من هنا يركض ويجري رأيتم؟ انا متأكد انه ليس تلك الزهرة تلك الزهرة خرجت في النهاية اوكي مازلنا نبحث اوكي مكان مظلم طبعا اسمعوا الاسوات غازو كاتناب غازو كاتناب مازال يتسرب ربما في بعض الاماكن يمكننا ان نستعمل واو يمكننا ان نستعمل ذلك القناع هنا البروتوتيب يراقب هنا او ليس البروتوتيب ربما شخص اخر وضعه البروتوتيب مراقب يعني البروتوتيب ربما قد يكون في هذا المكان او لا ليس في هذا المكان سوف نرى يا جماعة عندما نلعبوا باللعبة كما ترون هنا في الارض يوجد مجموعة من الالوان رأيتم؟ الازرق الاصفر الاحمر وكلها تؤدي الى هذه النقطة هنا ربما سوف يكون هذا هو المركز لا اعرف هذا الشيء الذي كنت اريد ان اريه لكم هنا يا اصدقائي ما كنت اقصده هو ربما عبارة عن الاماكن التي زرناها مثلا هنا الطابق الاول من المصنع وهنا الطابق الثاني وهنا حيث نحن الان الطابق الذي نحن فيه الان ربما اسفل الارض الطابق الذي سوف نلعب به في الجزء الرابع ما رأيكم يا اصدقائي على هذا التفسير اخبروني انتم في التعليقات هل انا على حق ام هناك تفسير اخر اريد ان اتعلم منكم ايضا يا اصدقائي وان ارى رأيكم بعد ذلك انتقلوا مباشرة الى هذا المكان لكي نرى ما الذي يحصل هناك هناك عيل تراقب بعد ذلك العيل اصبحت حمراء يعني كأنه انظار كانت تراقب كل الكاميرات اعتقدوا ليس البروتوطايب اصدقائي بعد ذلك بشكل مفاجئ جاءت الظهر انظروا انظروا الى بشاعة المنظر انظر انظر والله تهرب من بوبي ولا تهرب من هذا يا الهي انظروا الى الاسنان انظروا الى التواحش المهم يبدو ان هذا الشبط الرابع اتمنى لا يكون الاخير ولكن اصدقائي اعتقد انه سوف يكون ربما الاخير في قصة هذه اللعبة والله اعلم لا تنسوا اللايك وليساك في القناة سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة